بسم الله الرحمن الرحيم من دبي نبدأ نشرتنا حيث شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقابة المالية في دبي اليوم الجلسة الافتتاحية لمؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي الذي أقيم تحت رعاية سموه من تنظيم جهاز الرقابة المالية في دبي وذلك في إطار العمل على تأكيد مضافرة الجهود وتكاملها وصولا إلى ترسيخ ريادة إمارة دبي في مجال التدقيق الحكومي بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والمختصين بمجال التدقيق والمحاسبة المالية وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات والذي أقيم في مركز مؤتمرات مدينة جميرا تحت شعار تعزيز الممارسات الرائدة واستشراف مستقبل التدقيق الحكومي أكد سعادة عبدالله حارب الحارب مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي أن المؤتمر يأتي مواكبا للتقدم السريع الذي تشهده دبي في شتى المجالات وتنامي مكانتها كنموذج ملهم للتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر